موسيقى تواصل لجان حارات البلدة القديمة في القدس المحتلة تنفيذ أعمال الزينة والتنظيف في شوارع وحارات وازقة البلدة المفضية إلى المسجد الأقصى استعدادا لاستقبال شهر رمضان الكريم المزيد من التفاصيل حول أجواء الزينة المميزة في القدس المحتلة مع زينة صندوق استعدادا لشهر رمضان الكريم يواصل المقدسيون في القدس القديمة تنفيذ أعمال الزينة والتنظيف في حارات وازقة البلدة المؤدية إلى المسجد الأقصى فهنا أحبال الزينة المضيئة وهناك فوانيس ومصابيح رمضان درجة العادة في جميع البلد الأديمية أنه يوموا بتزين جميع الأحياء والسبب في ذلك هو استقبال جميع الزوار من جميع أنحاء الوطن اللي يقادمين على منطقة الأقصى رغم محاولة قوات الاحتلال عرقلت نشاطهم إلا أنهم يتحدون الاحتلال ويسرون على إعادة الحياة لمدينتهم تأكيدا على تاريخها العربي وهويتها الإسلامية رمضان شهر الرحمة وشهر الغفران وإن شاء الله رب العالمين ربنا بعيده علينا وعلى جميع الأمة الإسلامية بالخير وبالسعادة وبالاطمئنان وبتحرير الوطن وطراب الوطن والقدس هي عملية تحضير وتجهيز للأحياء والمداخل بوابات المسجد الأقصى بحيث أننا ننير البلد القديمة لما يجرب القدس من عنصرية واحتلال وهجم شارسة على المقدسيين حبا بالقدس والمسجد الأقصى المبارك يتطوعون في تزيينها بأجمل حلة لعلهم يدخلون البهجة إلى قلوب المقدسيين في الشهر الفضيل الذي ينعش الحياة في القدس المحتلة التي تعبت من ممارسات الاحتلال التهويدية من القدس المحتلة نبال فرسخ رؤيا ترجمة نانسي قنقر